بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ملكاتنا معكم محمد كامل. اه استاذ مساعد للاجات الطبيعي في جامعة سان وجستين بالولايات المتحدة الامريكية. وكذلك اه استاذ مساعد للاجات الطبيعي في جامعة القاهرة وبيتش دي من بالمملكة المتحدة. اه طبعا اه عايزين نتابع الفترة الجاية مع بعض اه حاجات اكتر عن اه وعن اه المعادلة وعن السفر وعن من جامعة الامريكية. والناس اللي بتفكر في السفر لدول اه مختلفة او للتقديم في اه درجات اه علمية اه مختلفة. وبالتالي احنا اه ده احد الفيديوهات اللي انا اه بقدمها اه النهاردة. اه الفيديو هنا بيتكلم عن اه وصلني سؤال من احد الزملاء اللي هو بيأخذ معي كورس البيباريشن لامتحانات آآ ليسنز وآ بيحضر نفسه لسفر لامريكا. بس هو يعني انه عنده جول معين آآ انه عايز يروح ستيتو في كاليفورنيا آآ وفعايز ياخد آآ احنا عارفين طبعا ان الفيزيكال ثرابي ليسنز عموما بتبقاش يعني ما بتبقاش لكل الولايات حتى بالنسبة لكندا ما بتبقاش لكل المقاطعات ما بتبقاش يعني لازم بتبقى ستيت باي ستيت كويس لان كل ستيت ليها معينة في آآ بتاعها احنا عارفين ان الانتحان موحد يعني انتحان المعادلة ده شيء موحد للجميع تمام اللي هو في الولايات المتحدة الامريكية او وكذلك حتى في استراليا برضو لكن الفكرة في ايه? الفكرة ان انا آآ اما يعني عادتي اللي متحمت على اللايسنز ببتدي اشوف اللي هي لكل ولاية آآ هم عايزين ايه? بعض الولايات بتطلب حاجة اسمها اللو اجزام يعني اللو اللي هو قانوني الولاية آآ الخاص بي واللي واللوز ومبارسة المهنة في هذه الولاية او في هذه المقطعة وده برضو بيبقى شيء آآ سهل وبسيط ان شاء الله والمشكلة خالص آآ او ان بعض الولايات بتطلب ان انا مسلا اعمل حاجة اسمها الفينجر برينتنج الفينجر برينتنج ده اللي هو عبارة عن ايه? آآ زي الفيش والتشبيه مسلا عندنا في مصر. او ان انا بشوف الكريمنا بتاع هذا الشخص ازا كان هو له تاريخ اجرامي سابق او يعني يتهم في قضايا او لم يتهم في قضايا قبل. آآ بعض آآ الولايات آآ بتطلب آآ يعني بعض فمن ضمن الحاجات اللي بتطلبها الستيتو في كاليفورنيا الحقيقة للفورين جرادي والفيزيكال ثيرابيس اللي هما آآ انا وانت ويعني اللي احنا اتعلمنا خارج الولايات المتحدة الامريكية وتعلمنا خارج خارج الولايات المتحدة الامريكية انه هو بيطلبه آآ اللي هي الان انت تشبت ان انت عندك انجليش بروفيشنسي. ليه? لان انت هتمارس المهنة مع مرضى يتحدثون آآ باللغة الانجليزية. وبالتالي هم عايزين يشوفوا اذا كنت انت آآ ريدنج ليسننج آآ رايتنج سبيكينج انت تمام. ليه? لان انت ريدنج انت تقرى ريبورتز المرضى لها هؤلاء المرضى آآ آآ الليسننج آآ انت هتستمع ليهم ورايتنج انت ممكن هتكتب مثلا هوم اكسرسايز بروغرام هتديهم بعض الانستركشنز هتكتب ريبورتز آآ ما بعد آآ ما بتشوف الحالة فبتبطل تكتب الفيزيكال ثرابي نوتز بتاعتك فكل ده لازم يكون الانجليش سبيكينج انت هتتحدث مع هؤلاء المرضى هتتحدث مع الزملاء آآ آآ او بسموه الانتر بروفشنال كوميونيكيشن انت هتتعامل مع آآ نيرس هتتعامل مع الفيزيشن هتتعامل مع اهل المريض نفسه هتعامل مع المريض نفسه فهم عايزين يتأكدوا انك لديك القدرة على التحدث والكتابة والاستماع والقراءة باللغة الانجليزية فده آآ انا جبته من كاليفورنيا او وان شاء الله تبعا هنتكلم على بعض الولايات الاخرى وبعض الاماكن اخرى سواء في امريكا او كندا او استراليا فتابعوني ان شاء الله آآ لفيديوهات اخرى بيقولك ايه يو مست ده معناها ايه معناها ان انا في يعني انا النهاردة بعمل حاجة اسمها وانا كنت تحدث في فيديو سابق ان في بعض الناس مش فاهمة يعني ايه كلمة تلمة هي ان انا آآ يطلب مني انا تعلمت في الاردن اتعلمت في مصر تعلمت في تونس تعلمت في احدى البلاد آآ خارج الولايات المتحدة الامريكية طيب يا ترى اللي انا اخدتها او او عدد السنوات او عدد المواد او عدد او تفصيلات هذه المواد المختلفة هو مماثل في كندا او في امريكا او في اسوراليا ولا غير مماثل لها هل انت نقصك مواد هل انت نقصك عدد هل انت نقصك معينة ولا لا فهذه نقاط مهمة ده معنا كلمة ان انا بفتح حاجة اسمها ملاف بفتح ثم بعد كده يطلب مني ان الجامعة او الانستيتيوشن اللي انا تعلمت فيه يبعثوا آآ صور او اصول لشهادات آآ بتاعت حضرتك ويتم تقييمها كورس باي كورس ايفاليوشن بحيث ان انا يطلع لي بعد كده حاجة ريبورت بيقول ان الكريدينشال ايفاليوشن لفلان الفلاني يتطابق بعدد كريدتس معين جي بي اي معين بتفصيلات المواد المعينة وبالتالي انا اقدر ان انا هجو اهيد ان اه تيك الفيزيكال ثيرابي لايسنس آآ او امتحان المعادلة في هذا آآ في هذا البلد تمام فده شيء مهم واجراء مهم لازم بنمر بيه طيب بعض الزملاء والزاملات بيبعثوا يقولولي احنا مثلا كنا بدأنا ورق امريكا فعملنا آآ آآ نيويورك آآ فبقولهم لا ده شيء وده شيء فيش فرق ما بين التحقق من الشهادات وفيه فرق ما بين الكريدينشال افاليويشن الكريدينشال افاليويشن هو بيمسكه شخص آآ يكون على علم بيه الافاليويشن وازاي يقدر يفحص الكنتنت اللي حضراتك درسته وبالتالي بيطلع في الاخر عن درستك ده شيء مختلف تماما عن طيب مستكمل قولت احنا عافين ان امتحانات اللغة مرت بمراحل متعددة خصوصا بالنسبة للتوفل وتغيرت من يعني انا شخصيا قبل مسلا مسافر انجلترا زمان او كلام من كده اخدت آآ عندنا في في مصر ولكن اتغير في انجلترا ما بتغيرت ان انا بعمل آآ اوراق لكندا او بنتحان امريكا او كلام من كده تغيرت ان انا اخد الانترنت بيستوفل فالانترنت بيستوفل هو اللي موجود حاليا يعني ده فانت ما تتعبش نفسك وتقول انا عايز او الكمبيوتر بيست لان البيبر بيست والكمبيوتر بيست تم ما يلغاهم في معظم دول العالم لان يعني انا فاكر انا امتحانت الانترنت بيستوفل ده في لندن آآ سنة آآ الفين وتسعة تقريبا يعني من قترة كبيرة موجود مش مش جديد يعني آآ او عالفين وعشرة لما هتذكر آآ فيعني فبالتالي هو موجود قديره سنين طويلة فبالتالي آآ ما تتعبش نفسك وتقول انا عايز عايز البيبر بيست انا عايز لا انت كده بتعطر نفسك خلينا نشوف الموجود حاليا في بلدك سواء كان آآ مسلا في القرطن آآ في فلسطين في مصر او في الكويت او فيما الى زلك وقدم على باستخدام هذا الفرجن خلاص ما تعودش تتعب نفسك كتير في هذا الامر طيب. فالآآ ايه الشركة اللي هي مسؤولة بعض الناس يقولولي هو انا ممكن امتيحن مسلا آآ مركز اللغات في جامعة القاهرة بيقدم توفل وبتاعها اقول لك لأ حضرك هذا غير معترف به والسكورز بتاعته مش هتنفع هم عايزين من اللي هي الهيئة العالمية المسؤولة عن امتحانات التوفل وليس عن الحاجات اللي هي بعض الانستيتيوشنز اللي بتقدم امتحانات للغة لأ لان اه مش هو ده مش هو يعني ده مش هينفع تمام؟ طيب بعض الناس يقولي طيب انا امتحانت امتحانة التوفل وجبت الاسكورز دي بس الكلام ده كان سنة الفين وعشرة اقول لك لأ حضرك لازم يكون من بتاعك بالنسبة او للمعادلة او اي حاجة ليه? لان هي اللي تبعت الاسكورز مش انت طيب تبعت الاسكورز واذا كان مرة اكتر من سنتين على امتحانك هيقولولك نأسف ما ينفعشي نبعث الاسكورز طيب ما عدى سنتين على حضرتك على الامتحان ما ينفعش نبعث نبعث هذه الاسكورز كانوت بسن بس وكلام ده على فكرة انتبق على كل الامتحانة تقريبا سواء كان او 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 الاخرى. طيب. المينمم هم عايزين تسعة وتمانين. تمام? عايزين في الريدنج اتنين وعشرين على الاقل. واحد وعشرين على الاقل. رايتنج اتنين وعشرين على الاقل. سبيكنج باع وعشرين على الاقل. وانا في في وجهة نظري اصعبهم اللي هي اربعة وعشرين. يعني تمام طيب. في حتة مهمة جدا عشان بيتوصلني اسئلة تير برضو عن هذا الكلام. فانا بيقولك الفيزيو ثيرابي. بمعنى ان حضرتك ما تاخدش الايلتز. ما تاخدش اه الا اه الا اي تي. ما تاخدش اي امتحان لغة تاني. وتبعت لهم وتقولهم امتحان ده بدل التوفل. هم بمنتهى الصراحة. بيقولوا لحضرتك الفيزيو ثيرابي اه بورد اوف او كاليفورنيا لا يقبل سبستيتيوشن اوف اذر اكزامينايشن. اي هو الاي بي تي. تمام? طيب. لو اي حد عنده اسئلة. فور مور انفورميشن اباوت الناس اللي عايزة الكورس بالنسبة للفيزيو ثيرابي لايسنز في الولايات المتحدة الامريكية او كندا واستراليا. يبعط لي مسيج على الواتساب نمبر زيرو زيرو عشرين واحد واحد خمسة تسعة تمانية تمانية اتنين تلاتة سبعة زيرو او زيرو زيرو عشرين واحد زيرو اتنين سبعة سبعة اربعة تلاتة سبعة زيرو اتنين. طيب. الناس اللي عايز اقدم في درجة ترانسيشنال دكتورال اوف فيزيكال ثرابي من يونيفيرستي اوف مونتانا في الولايات المتحدة الامريكية. وتكلمت عنها في الفيديوهات سابقة هتلاقيها موجودة على آآ على التشانيل يعني برضو ابعت لنا الرسالة على زيرو زيرو عشرين واحد واحد خمسة تسعة تمانية تمانية اتنين تلاتة سبعة زيرو او زيرو زيرو عشرين واحد زيرو اتنين سبعة سبعة اربعة تلاتة سبعة زيرو اتنين. تمام? طيب. هل في طرق ان احنا نقدر نحاول نعمل آآ موضوع التفل او لهذا الشرط بالنسبة للغة? ان شاء الله احنا بنحاول وهنرد هرد عليكم ان شاء الله في فيديو قريب عن هذا الكلام. ازا كان من الممكن ان احنا نعمل او استثناء لمنحان اللغة او لا. ساعدت بكم في هذا الفيديو وان شاء الله اراكم في فيديو آآ غريب اخر. ان شاء الله انعشنا وكان لنا اجل. شكرا جزيلا لحظة.